بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو والسؤال الحائر هل أشتغل مع شركات التمويل في سوق الفوركس ولا أشتغل في حسابي الشخصي الحقيقة ده من الأسئلة المهمة جدا اللي أصدقاء كسرين سألوا هذا السؤال وهو سؤال مهم بطبيعة الحال طيب خلينا نحسبها تمام نحسبها علشان كي يطمئن قلبك أنا هفترض أعلى حاجة هفترض إن حسابك خمس تلاف دولار وليس خمسمائة دولار أو ألف دولار تمام ده ما بدأ إيه وهفترض إنك بتقدر تعمل خمسة وعشرين بالمئة شهريا كل شهر أنت بتعمل خمسة وعشرين بالمئة في أكتر من كده ده حاجة يعني روعة الروعة طيب وقعدت تستمر لمدة إتناشر شهر تعمل هذه الأرباح طبعا ما حصلتش محدش عملها لكن هنفترض إن هي حصلت تمام فحسابك اللي هو خمس تلاف دولار تمام أصبح كام اتنين وسبعين ألف سبعمية تسعة وخمسين وإنت بتعمل كام وإنت بتعمل خمسة وعشرين بالمئة كل إيه كل شهر تمام كده طيب تعال بقى نشوف في شركات التمويل تقدر تطلع بكام في السنة أنا افترضت طبعا إن أنت إيه حسابك خمسة ربحت أرباح طائلة ولو كنت ربحت أرباح طائلة فأنت أكيد داخل بمخاطرة عالية إحنا أغلبنا بيعمل إيه عشان حساب معدل الرضا واحد معها خمسون دولار فالخمسون دولار دولت لو واحد قال له إيه والله أصل المعدل الطبيعي في العالم لا يتجاوز العشرة بالمئة فأنت هتعمل عشرة بالمئة كل شهر فالرجل يحسبها مع نفسه فيلاقي إن هو عشان يعمل عشرة بالمئة كل شهر فأنت بتتكلم فيه خمسين دولار فخمسين دولار بالنسبة للرجل اللي هو حسابه خمسونة دولار هو لم يشعر إن هو عمل طفرة أو عمل حاجة أو فيه مستقبل بتعمل مفيش أي حاجة فمعدل الرضا بالنسبة للرجل اللي هو حسابه خمسون دولار الخمسين دولار لا يمثله أي شيء فأنت مش تقدر تكبره إن هو يشتغل لمدة عام بمنتهى النشاط والجدية هو مش شايف عائد رغم إن هو بيحقق عائد بس هو مش شايفه هو مش حاسس بيه أو العائد غير مرضي لا يعطيه القوة الدفعة للمتجرة خلي بالك أصلي المتجرة دية أغلبها نفسي أنا لو نفسيا مش مرتاح أو غير راضي عن نتائج الأداء أو غير راضي عن خطة العمل اللي أنا بعملها مش هيكون اللي يا نفس أو زي ما بيقولوا مش هيكون عندي طاقة إيجابية إن أنا أعمل الكلام ده غير الطاقة السلبية اللي حوالين مني يعني أنا لو دخلت الفيسبوك هلاقي الناس كلها بتشتك إن هي خسرت في الفوركس لو دخلت التليجرام هلاقي الناس بتشتك كلها من التوصيات الخسرانة لو دخلت التويتر وهكذا أنا كل ما أدخل أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي هاجد الخسائر ومش هاجد الناجحين أبدا يعني أولاي القوي لما واحد يكون رابح ويقولك والله إحنا ربحنا والحقيقة إن شركات التمويل ديت أنا اكتشفت إن أصدقاء كسرين دخلوا شركات التمويل من حوالي ستة أشهر ومن حوالي سنة ولم يخبروا أحد يعني في ناس سواء عرب أو مصريين دخلوا هذا المجال ولم يخبروا أحد ليه هو مش عاوز ينشر الموضوع هو عاوز ينجح لوحده هي دي المشكلة العربية الأصيلة تمام طيب خلينا في السؤال المطروح هل أنا أقدر أنجح في سوق الفوركس في حسابي طب إيه ما أنت في حاجة أنا عايز أقولك هو هل يوجد مانع إن أنت تربح من شركات التمويل في سوق الفوركس والأرباح اللي تجيلك من هذه الشركات تضعها في حسابك الحقيقي دي نقطة النقطة التانية الشركات دي بتعلمك الفوركس الصح وضع تحت كلمة الفوركس الصح ألف خط بمعنى إيه إنهما بيقولك لازم تعمل إيقاف خسارة لكل صفقة أنت بتعملها لا تتدول أثناء الأخبار ثالث حاجة يقولك لأ إحنا عايزين خسارة مثلا في حدود أربعة في المائة في حدود خمسة في المائة في حدود عشرة في المائة وبالتالي هو بيعلمك أصول اللعبة يعني إزاي تشتغل إزاي تقدر تحافظ على أموالك أو أموال الصندوق اللي أنت بتدرها ثم لا تنظر الأمر حاليا أنزل الأمر فيما بعد يعني إحنا بنتكلم مثلا تعالى نشوف الشركات إنت مثلا إنت ربحت مثلا إتنين وسبعين ألف سبعمائة خليهم خمسة وسبعين ألف ما فيش أي مشكلة طيب إنت مثلا شركة هنجيب بقى الشركة شركة بعد سنة نشوف إحنا معانا قديه لوكس تريدينج فرم أنت بعد سنة على الأقل أنت بتتكلم بقى أن أنت بتعمل خمسة وعشرين بالمائة ده الراجل ده طالب منك عشرة بالمائة فأنت شهر اتنين تلاتة أربعة خمسة خمس شهور ووصلت للحساب اللي هو ربعمية وتمانين ألف تمام؟ ومطلوب منك عشرة بالمائة فقط طيب هنكتب ربعمية وتمانين ألف معاك ربعمية وتمانين ألف وأي ربح انت بتعمله بيتحسب لك خمسين بالمائة يعني لو تعمل عشرين ألف هتحسب لك خمسين بالمائة عشرة آلاف بس انت لازم تعمل تمانية واربعين ألف عشان تسحب أربعة وعشرين ألف دولار تمام؟ دي أول شركة تاني شركة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الخمسين ألف بنظام المنصلي تمام؟ اللي هي Trader Center Fund فأنت هتاخد الحساب اللي هو المنصلي ده بعد سنة هيكون معاك مليون دولار وهتاخد ستين في المائة وبعد سنة هنقول ان انت وصلت أيضا للمليون دولار في شركة The Five Percent ERS تحصل على ستين بالمائة أيضا ومليون دولار تمام؟ في هذه الخطة ولوكس تريدينج فرم هنقول ان انت وصلت أيضا للمليون دولار ومطلوب منك بروفيت 100 ألف عشان انت تحصل على خمسة وستين بالمائة طيب انا حسابتلك ان كل شركة انت عملت كام؟ مائة ألف تمام؟ انت عملت مائة ألف فحصلت من هذه الشركة على خمسين ألف دولار وعملت هنا مائة ألف فحصلت من هذه الشركة على ستين ألف دولار وحصلت هنا ستين ألف دولار هنا قصدي خمسة وستين ألف دولار تمام؟ فانت بتتكلم هنا مائة خمسة وتمانين ألف مائة خمسة وتمانين ألف وخمسين ألف يبقى انت بتتكلم في امتين خمسة وتلاتين ألف دولار من هذه الشركات تمام؟ مجرد ان انت عملت في الخطة الأخيرة مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف تمام؟ وباقي الأرباح انا لم أحسبها يعني باقي الأرباح انا ما حسبتلكش تمام؟ انت طبعا عشان تصل الى هذه الخطة في أرباح قبل كده لا انا ما حسبتهش شفت الفرق؟ فرق كبير جدا رغم ان الشركات دي بتطلب منك أيه؟ 10% انت بتعمل 10% انا حسبتلك فقط 10% يعني انا هنا مثلا دي طبعا مش 10% دي 20% لكن الباقي 10% فحسبتلك في الخطة الأخيرة فقط انت تقدر تحصل على قد ايه؟ تمام؟ طبعا الشركات منها شركة زفيف برسنت اي ار اس انت بتصل معها لتلاتة مليون فتخيل ان لو انت عملت تلتمية الف فانت تحصل على تمانين في المية من تلتمية الف متين واربعين الف دولار لا يوجد اي مقارنة يعني انت لما تيجي تحسب الشركات ديت مفيش اي مقارنة بينها وبين حسابك يعني انت بتعمل حسابك انا حسبتولك على خمسة وعشرين في المية في السنة كاملة هتعمل ايه وحسبتلك انك هتبدأ بخمسة الاف دولار مبالك بقى انت لو هتبدأ بالف دولار يعني انت لو هتبدأ بالف دولار هتصل الى اربعتاشر الف وخمسمية واحد وخمسية فبالنسبة لي لو واحدة هيبدأ بالف دولار ولا بخمسمية دولار ولا بالفين دولار لأ لأ طبعا يعني شوف شركات التمويل هتمنحك قد ايه وانت في السوق الخاص بيك في حسابك الشخصي هتعمل ايه مبالك الحساب بقى مثلا بخمسمية دولار هيعمل لي الراجل ده او يعني خمسمية دولار ده هيصل الى سبعة تلاف متين خمسة وسبعين دولار ده شركة زفايف اي ار اس لوحدها فقط لغير هتمنحه مثلا انت بتتكلم في ستين الف دولار بعد سنة وبالتالي الحسابات الصغيرة طبعا بتكون مهيئة افضل لان هو يشتغل مع شركات التمويل وليس الحساب الشخصي اما لو واحد حسابه مائة الف دولار يشتغل شركات تمويل ولا يشتغل في حسابه الشخصي لو يقدر يشتغل ويلتزم وينضبط لا يشتغل في حسابه الشخصي لو حسابه مائة الف تمام يعني بداية من مائة الف دولار اا لا اشتغل في حسابك الشخصي وممكن تشتغل بجانب حسابك الشخصي مع شركات التمويل لكن اا حسابه الشخصي هيكون مجدي جدا لان انت بتتكلم في مائة الف يعني مائة الف ديت ايه اا واحد نين تلاتة اربعة خمسة طبعا هو مش هيعمل اللي الخمسة وعشين مائة ديت يعني مش هيعملها كل شهر مفيش الكلام ده بس احنا بنفترض هيصل الى مليون اا مليون ونص لو عمل خمسة وعشين مائة كل شهر الامر يستحق اا طبعا الامر يستحق لو حسابه مائة الف تمام لكن لو حسابك صغير لا لو حسابك صغير تفرغ تماما لشركات التمويل خصوصا ان بعض شركات التمويل اا زي اي ار اس اا بتعطيك الحساب مجاني وبعد كده بتدفع يعني الخطة دي بالنسبة للحسابات الصغيرة افضل حاجة ده واحد هيستلم حساب باااا مائة الف دلار يعني انت الحساب ااكانه هوا الخثارة يعني ااكان حسابك كاف تلافات دولار تمام كاان حسابك باربعة تلاف دولار انت المستفيد انت هتدفع تلتمائا ولكاين ما ما مبصش ان هو حساب بمائة الف لأ شوفوا انه هو حساب باربعة تلاف تمام هتشتغل والحساب ده باربعة تلاف في اقدر تعمل منه اموال هتقدر تعمل منه مصارى تقدر تعمل التارجة اللي هو الخمس تلاف Superman كل ما تعمل 5000 دولار انت بتاخد 2500 ودفعت كم دفعت 300 دولار فلما تيجي تقول لي والله الراجل اللي معاه 300 دولار يشتغل على حسابه الشخصي ولا يشتغل مع شركات التمويل جاوب انت يعني انت جاوب 300 دولار علشان يوصلهم هو ال 4000 دولار هينشر في الفيس والتليجرام وتويتر وهيعمل صورة كده بالحجم الكبير ليه وتمثال ان هو عمل حاجة اسطورية تمام ما بقى لك بقى شركات التمويل هو ببساطة شديدة عملها في 3 شهور او 6 شهور واستلم حساب ب 4000 دولار فقط لا غير انا مش بقول ب 100000 اعتبروا ان هو ب 4000 وبعد ما بينجح وبيعمل العشرة في المائة حسابه اصبح 5000 يعني اعتبر القاف الخسارة ده الماكسيمام لوز هو ده حسابك تمام فانت بتصل ايه بتصل ان حسابك هيصل الى 120000 دولار اهو 120000 دولار في افضل من كده اللي انت اشتغلت المدة سنة وحسابك اصبح 120000 دولار من كام؟ من 300 دولار شوفت انا حسبت لك ازاي بقى؟ من 300 دولار انت دفعت 300 دولار واستمرت معهم سنة ونص او سنتين يا سيدي بس وصلت ل120000 دولار هل انت في حسابك 30000 دولار او 500 دولار او 1000 دولار هتوصله ل120000 دولار؟ وهل انت هتقدر تسحب كل هذه الصحبات يعني كل ما تعمل هتقدر تسحب؟ ولا هتكمل؟ وانت هتشتغل ازاي؟ خلي بالك احنا عندنا مشكلة لما يكون حسابك الشخص يقولك ايه؟ حسابي وانا حر فيه تمام؟ اموالي المصاري بتاعتي انا اعمل فيها اللي انا عايزه احرق الاموال ايه المشكلة؟ فبيدخل بلط عالي تمام؟ وبالتالي المخاطرة بتبقى عالية وبالتالي بيخسر الحساب مش ده اللي بيحصل هو احنا بنتكلم كلام غريب ولا هو الكلام ده الواقعي لكن مع الشركات ده الشركات دي بتكتفك بتقيدك وهو ده اللي احنا عايزينه الشركات دي بتلزمك بالانضباط وهو ده اللي انت محتاجه كمتاجر ليه؟ انت بعد الشركات ديت وبعد ما تحصل اشتغل معاهم سنة ونص وبعد السنة ونص انت مش محتاجهم يعني الشركات دي بعد كده لو قلتلك الشركات دي تضعط نصابة او تضعط اي حاجة تمام؟ انت مش محتاجها ليه؟ انت بقى معاك الصنعة بقى معاك سر الصنعة بقيت تعرف تشتغل هم مناحوك سر الصنعة فهمت الموضوع؟ فان شاء الله خير وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا وعلى متابعة عبر تليجرام والايميل شكرا جزيلا